الوجود الأمريكي ليس جيداً للعراق فقط وإنما للمنطقة أجمع هذا ما أكد عليه السفير الأمريكي في العراق ماتيو تولر مؤكداً أن بلاده تزعى لأن تكون لها علاقات طويلة الأمد مع العراق فيما أكد السفير الألماني مارتن بغر أن ألمانيا مستمرة في دعمها للعراق لتحقيق أمنه واستقراره جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الشرق الأوسط للبحوث الذي تحضره أكثر من 150 شخصية عراقية وأجنبية وسفروا عدد من الدول إضافة إلى ممثلي كيانات سياسية عراقية نحن كالولايات المتحدة الأمريكية لدينا مع شركائنا العراقيين اهتمامات مشتركة ليس فقط في مجال الأمن وبالرغم من أهمية ذلك فالولايات المتحدة لديها التزامات طويلة الأمد بالعلاقة مع العراق وهي علاقة ستساهم من وجهة نظرنا في توفير الاستقرار والأمن للعراقيين والمنطقة أجمع على المدى البعيد استقرار العراق يؤثر بشكل مباشر على الوضع الداخلي الألماني أحد الأمثلة مسألة تدفق اللاجئين ولهذا نحن نراقب عن كثب العراق ومنذ عام 2014 أصبحت ألمانيا جزءا من التحالف الدولي لمحاربة داعش إلى ذلك قال التيار الصدري إن أسم الإطار التنسيق الشيعي يعد إحياء للتكتل الطائفي بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية مؤكدا في الوقت نفسه وجود تدخلات ليست إيرانية فقط وإنما أجنبية بشكل عام بالشأن العراقي بخصوص تشكيل الحكومات العراقية التدخلات حاضرة ليست الإيرانية فقط الدول الجوار التركية والولايات المتحدة وبريطانية لكن مدى القبول بهذه التدخلات هل القوة السياسية قادرة على المضي بإرادتها بعيدا عن التدخلات أنا أقول نقدر وقادرين ورأى خالي الشواني القياد في الاتحاد الوطني الكردستاني أن العقبة الكبرى حاليا أمام القوة السياسية هي المصادقة على نتائج الانتخابات التحدي الأكبر هو قبول بالنتائج الانتخابات الآن هناك إعلان لنتائج الانتخابات لكن هناك قوة معترضة على نتائج الانتخابات ويهدف الملتقى إلى مناقشة الأوضاع العراقية الحالية والخريطة السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى المساعدات الدولية للعراق بهدف تحقيق الاستقرار وبناء الدولة عبد الحميز زباري الحرة أربيل اشتركوا في القناة